بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزهنا علمنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع شورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فخالق عظيم رب كريم خالق السماوات والأرض يأمرك أن تقف بين يديه هكذا وأنت ساهن ولاهن وأنت انحني وتنحني وتقعد وتسلم وانتهى كل شيء أهذا أمر الله عز وجل هذه الذات الكاملة هذا الإله العظيم هذا الرب الكريم هذا أمره أترضى لمخلوقا أن تؤدي أمره أداءا شكريا أترضى من ابنك إذا أمرته أن يدرس أن يقعد وراء الطاولة وأن يفتح كتابا ويقلبه أمامك وعينه نحواك ولا يقرأ شيئا أترضى منه هذا ألا تتهمه بالنفاق إذا فعل هذا فكيف ترضى أن تؤدي هذه العباد العظيم أداءا شكليا أداءا أجوفا لكن أنا للمنحر في أن يقف بين يدي الله عز وجل أنا للمذن بأن يقبل على الله أنا للمسيء إلى خلقه أن يتجلى الله على قلبه هذا القلب بيت الرب والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك إذا كان في القلب شرك الله عز وجل يدعك وشأنك فأن يستحق قلبك أن يتجلى الله عليه في الصلاة أن يستحق قلبك أن يمتلئ نورا من الله عز وجل في الصلاة لا بد من أن يكون طاهرا القلب بيت الرب القلب منظر الرب فيا عبدي طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة هكذا لذلك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين عماد العماد في اللغة الخيام كما تعرفونها لها عمود كبير في وسطها الخيم الدائرية لها عمود كبير ما قيمة هذه الخيمة بلا عمود قماش ملقى على الأرض هل تصلح هذه الخيمة أن تسكان هل يجلس فيها هل تستعمل كخيمة بلا عمود فهذه الصلاة إذا كان الدين خيمة فالصلاة عماد الدين أو عمودها فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين لاحظ أنت مخيام حينما يزمع أصحابه الرحيل يبدأون بسحب الأعمدة حينما يسحب عمود الخيمة تتداعى على الأرض تصبح قماشا بعضه فوق بعض وانتهى الأمر تشبيه نبوي رائع جدا الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الصلاة هو المصلي طاهر النفس المصلي لا يغش أحدا لا يقذب لا يتلاعب لا يحتال لا يخدع لا يسيء في كلامه مصلي طاهر يعني إنسان متصل بالله ومكارم الأخلاق كلها مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدان من حلال الصلاة منحه خلقا حسنا هذا كلام قطعي كل أخلاقك كل كمالك كل حلمك كل رحمتك كل إنصافك كل مطفك إنما هو تشتقه من الصلاة فبقدر اتصالك بالله عز وجل تأخذ من كماله يعني تقريبا يعني إن كان لك اتصال بهذا المجمع الأساسي للكهرباء بقدر ما تأخذ من هذا المجمع تكون قوة التيار عندك فإذا كان الآخذ ضعيف جدا 80 بولت أكثر 110 أكثر 120 كلما على قطر الآخذ اشتدت قوة التيار وهكذا فلذلك الوقفة الآن عند يا بني أقم الصلاة قبل أن تقف مع الناس في المسجد وتستمع إلى الإمام يتلو آيات القرآن الكريم هل أنت في مثل هذه الوقفة هل أنت في مستوى هذه الوقفة لا يمكن أن أقول لكم إن لن تكن كذلك فلا تصلي لا أقول لك صلاة فرد ولكن حاول أن ترفع مستوى صلاتك ورفع مستوى الصلاة برفع مستوى العلم كلما ازددت علما ازددت قربا كلما ازددت بذلا ازددت قربا شيئان احرص عليهما كل يوم كما قال عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا علما وقربا العلم معرفة والقرب بذل لذلك باليوم إذا مضى هذا اليوم ولم تزدد علما أو لم تزدد قربا بعمل صالح فابكي على هذا اليوم بل إن اليوم يقول لك يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة بل إن أخطر ما تملكه هو الزمن إنك زمن إنك زمن أو إن رأس مالك هو الزمن أو إن أخطر ما تملكه هو الزمن فإما أن تنفقه إنفاقا استهلاكيا سخيفا وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا فإذا حرست على معرفة الله عز وجل وعلى حضور مجالس العلم وعلى فهم كتاب الله وعلى فهم أمر الله ونهيه وعلى فهم السنة المطهرة وعلى أن تقف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا حرست على طلب العلم طلب العلم يجعلك من طلاب العلم وطلاب العلم أغلب الظن إذا كانوا صادقين يتبقون علمهم فإذا طلبت العلم وتعلمت العلم وطبقت العلم صار الطريق إلى الله سالكا فإذا اتصلت بالله عز وجل لك أن تقول مع من يقول يا رب ماذا فقد من وجدك وما فقد شيئا وماذا وجد من فقدك والله ما وجد شيئا يعني ملخص الملخص أن ترى الله في كل شيء وأن تسعى إليه في كل شيء وهؤلاء التائهون الشاردون البعيدون هؤلاء ما أتعسهم وما أشد خسارتهم حينما يأتيهم ملك الموت فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون إذا الإنسان في أخبار تأتي للإنسان كالصاعقة يعني إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الوحيد الذي لا تملك غيره قد بعته بعملة مزيفة وأن هذه العملة المزيفة فضلا عن أنه لا قيمة لها سوف تحاسب عليها حسابا كبيرا أليس هذا الخبر صاعقا إذا اتشفت فجأة أن هذا البيت الذي اشتريته ليس للذي باعك إياه وأن الذي يملكه شخص آخر وأن هذا المبلغ الذي دفعته له ذهب على الأرض أليس هذا الخبر صاعقا فإذا كشف الإنسان في لحظة ما أن كل عمله في الدنيا لا قيمة له وأن كل سعيه قد ذهب أدراج الرياح وأن الله عز وجل جعل من عمله هباء منسورة وأنه قادم على حياة أبدية لا يملك مالا للتداول فيها يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي أول شيء تفكر به أن تشتري عملة ذلك البلد لفرانسا فرنك لاندلترا جينيه فإذا كنت مزمعا أن تسافر إلى الدار الآخرة ألا ينبغي أن تفكر من عملة الرائجة هناك إنها العمل الصالح لذلك يا قويس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عمله يطلع من البيت البيت أملاك غير منقولة بمحله أما ألو أهل أولاد ألو أقرباء ألو أصحاب هؤلاء يمشون معه لكنهم جميعا يقفون عند شفير القبر أما الوحيد الذي سينزل في هذا القبر هو الميت يرفع غطاء المعش ويؤذن مؤذن ويحمل ويودع في هذه الحفرة شيء واحد يدخل معك في القبر إنه عملك لذلك قالوا والقبر صندوق العمل صندوق عملك هو قبر لذلك قالوا الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة هذه المعاني المستنبطة من قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصفر على ما أصابك أما وأمر بالمعروف يعني ليس القصد أن تكون وحدك سعيدا أنت إنسان في مجتمع فإذا سعد المجتمع سعدت معه وإذا شقي المجتمع شقيت معه لذلك أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وهذه عبادة عدها بعضهم كالصلاة والصيام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني إذا وصلت فأوصل غيرك إذا عرفت فعرف غيرك إذا سعدت فأسعد غيرك إذا اتصلت فأعن غيرك على الاتصال يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تصبح امرأا صالحا في مجتمع صالح لذلك مثلا قد يحدث أن بعض أخواننا هو وأخو أخو أخو كلهم دينون ورعون مستقيمون هؤلاء الإخوة ما دام البيوت كلها مطبق فيها الإسلام هؤلاء يشعرون بسعادة وليس هناك منغصات أما إذا أخ واحد مستقيم أربع أخو منحرفين يعاني الأمرين في تداخلات في قرابة في أولاد في أولاد عم في تطلعات فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عاد الخير عليك يعني إذا كان بإمكانك أن تهدي أخاك من أمك وأبيك وبإمكانك أن تأتي به إلى المسجد وأن تحمله على طاعة الله عز وجل أصبحتم إثنين فإذا جلدت الأخ الثالث أصبحتم ثلاثة فإذا أمكنك أن تهدي إخوتك جميعا أصبحتم كتلة كتلة يعتد بها رأيت طاعة الله سهلة صارت معك في موازنات تطلعات إفساد انتهى الإفساد أصبحت البيوت كلها عامرة بذكر الله فأنت إذا أمرت بالمعروفي ونهيت عن المنكر فقد سعدت قبل الذين أمرتهم بالمعروف وسعدت قبل الذين نهيتهم عن المنكر إذن أنت إذا أكثرت من حولك المؤمنين سعدت بهم وساعدوا بك هذه عبادة عبادة بكل معنى هذه الكلمة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني مؤمن اهتدى إلى الله يقول ما لي وللناس دعهم في ضلالهم يا أخي لهم رب يحاسبهم هذا مؤمن في الدرجة الدنيا من الإيمان لأن قلبه لم يمتلئ حبا لهم ولم يمتلئ غيرة عليهم ولم يمتلئ شفقة عليهم بل كان هذا القلب بعيدا عن أن يكون قلبا رحيما فلذلك المؤمن الصادق يتحرق على هداية إخوته على هداية أقربائه على هداية جيرانه على هداية شركائه على هداية زملائه على هداية من حوله من دونه من فوقه لذلك دائما ينطلق اللسان بذكر الله عز وجل أمرت أن يكون صمقي فكرا وندقي ذكرا ونظري عبرة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف يجب أن لا تأخذك في الله لومة لائم يجب أن لا تجامل يجب أن لا تحادي يجب أن لا تطلب السلامة على حساب هذا الأمر الإلهي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فلان حدثك عن أنه سيفعل كذا وكذا وهذا الفعل محرم لا تبقى صامقا ذكره قل له يا أخي هذا العمل حرام لا يجوز قل له من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى أما أن تقول ما لي وللناس لكن إذا نتج عن أمرك بالمعروف أو عن نهيك عن المنكر نتج فتنة أشد من فعل هذا المنكر عندئذ العلماء قالوا في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن تفعل ذلك لأن سيدنا عمر يقول ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ونتج عن هذا الأمر وذاك النهي فتنة أشد من المنكر الذي يقترث الأولى أن تسكت لذلك الحكمة تقتضي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي أن تفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي لكن أغلب الظن أنه الإنسان الأبد أولاده الزوج زوجته صاحب المعمى العماله صاحب المتجر موظفينه مدير مؤسسة موظفينه أيضا في الله عز وجل جعل أشخاص تحت رعايتك في إشرافك أنت قيم عليهم أمرهم بيدك هؤلاء الذين أناط الله بك مصالحهم ومقدراتهم هؤلاء ينبغي أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر أقرب مثلا عندك محل تجاري عندك موظف أخلاقه عالية ونشيط ومخلص لكنه لا يصلي ألا ينبغي أن تأمره أن يصلي ألا ينبغي أن تشجعه على الصلاة ألا ينبغي أن تحضه على معرفة الله لأن هذا سيحاسبه يقول لك خدمتك ثلاثين عاما ما ذكرتني مرة بالصلاة ما أمرتني أن أصلي ما دفعتني إلى معرفة الله عز وجل اعتصرت مني قوتي وألقيتني في جهالة وفي ضلالة إذن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا سيما من كان في حوذتك ومن كان تحت إشرافك ومن كان تحت رعايتك هؤلاء أولى الناس أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ما المعروف ما أمر الله به ما المنكر ما نهى عنه الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع كل شيء حسنه الشرع وأمر به فهو حسن وهو المعروف وكل شيء نهى عنه الشرع فهو المنكر وهو القبيح يعني لا ينبغي أن تكون لك قيم أخرى أن تفعل أشياء تراها حسنة وهي تخالف الشرع المؤمن الصادق قيمه من قيم كتابه مقاييس فوز عنده هي مقاييس الفوز عند الله عز وجل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما في عنده بقاييس خاصة يعني مثلا إنسان لا يصلي بعيد عن الدين منكر للدين تقول عنه لذق لطيف أخلاقه عالية فهيم حذق ما أنت تطعن بالدين إذا أثنيت عليه كل هذا الثناء وهو لا يصلي وهو لا يعتد بالدين فكأنك ألغيت الدين أنت ولم تعبأ به إذن ينبغي أن تكون القيم التي تتعامل بها نابعة من كتاب الله لا ينبغي أن تكون نابعة من مجتمعك ولا من تقاليدك ولا من عاداتك لكنك إذا أمرت بالمعروف وإذا نهيت عن المنكر فالطريق في ذلك ليس محفوفا بالورود ولكن محفوفا بالأشواك لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هناك أشخاص شهوانيون يتضررون من هذه الدعوة إذن لا بد أن يناصبوها العداء لا بد من أن يقفوا عقبات في طريق الدعوة إلى الله لأنهم تضرروا إن في شهواتهم وإن في مصالحهم إذن لا بد من أن تؤذى والحمد لله رب العالمين